لمواجهة شح المياه جهود استثنائية عراقية لرفع نسب الواردات المائية من دول المنبع وزارة الموارد المائية تؤكد أن كميات الواردات زادت بعد زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا وتم استثمارها للخزين الستراتيجي ما أدى إلى ارتفاعه بنسبة 35% بعد أن كانت 200 متر مكعب بالثانية أو أقل زادت عن 400 متر مكعب بالثانية واستمرت لمدة زادت أيضا عن شهر أيضا جانب تركيا ما يزال يتسع بإطلاقات أكثر من 200 يعني بحدود 300-340 متر مكعب بالثانية أكثر من زيارة قام بها دولة رئيس الوزراء إلى تركيا وإلى إيران أيضا فخامة رئيس جمهورية أكثر من زيارة إلى الجمهورية الإسلامية وبالتالي تم تحريك ملف الأنهر المشترك بيننا وبين جمهورية الإسلامية هذا الملف كان راكل منذ سنوات طويلة أيضا هذه زيارة تسمت عن زيارة إطلاقات الماء في نهر الكارون باتجاه شط العرب وبالتالي تحسين نوعية ما شط العرب متخصصون يرون أن ملف المياه أصبح ملفا رئيسيا وحاكما ويجب أن يكون ضمن أولويات العلاقات الثنائية مع دول المنبع فضلا عن أهمية اعتماد التقنيات الحديثة في الري كون الحصة الزراعية تستهلك أكثر من 75% من واردات البلاد المائية المهم جدا هو عملية تشيد المياه من خلال استقضام التقنيات الحديثة نتكلم عن أكبر مستهلك واللي هو جانب الزراعة لكن ما يتوقف عند هذا الجانب فقط اليوم نتحدث أيضا عن عملية الاستغلال في كافة استغلالات اقتصادية والحياتية نحن نحتاج حقيقة إلى إعادة سياسة المائية نحن العراق ليس لديه ثقافة استخدام المياه يجب أن نعرف أن اليوم المياه أصبحت سلعة وسلعة ثمينة يجب التعامل معها بأنها لا تتوفر دائما وزارة الموارد اتبعت حزمة إجراءات للحفاظ على كم المياه ونوعها مثل إزالة التجاوزات وتقليل الملوثات وفرض سياسة توزيع عادلة وصارمة بنظام المراشنة والمناوبة فضلا عن التقنين في سحب المياه الجوفية واستخدامها عند الحاجة الضرورية من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية اشتركوا في القناة